تزامنا مع الانتخابات النصفية لأعضاء مجلس النواب الأمريكي الكونغرس ستكون رشيدة طليب وإلهان عمر المرشحتين لعضوية الكونغرس الأمريكي على موعد معحدث تاريخي كونهما أول امرأتين عربيتين مسلمتين تترشحان للانضمام إلى الكونغرس رشيدة طليب محامية أمريكية من أصل فلسطيني ولدت في مدينة ديترويت أكبر مدن ولاية ميتشيغن لعائلة بسيطة مهاجرة من فلسطين وهي كبرى إخوتها الأربعة عشر فازت طليب بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن المقاطعة رقم 13 في ولاية ميتشيغن لتقترب من الحصول على لقب أول امرأة مسلمة من أصول عربية تشغل مقعدا في الكونغرس الأمريكي وخلال عملها في المجلس التشريعي لولاية ميتشيغن نجح طليب في تحقيق إنجازات مهمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى خدمة الرعاية الصحية ويعتبر فوز رشيدة بمقعدا في الكونغرس الأمريكي أمرا شبه محسوم نظرا لغياب منافس جمهوري ينافسها في دائرتها الانتخابية أما إلهان عمر فهي أمريكية من أصول صومالية اضطرت عائلتها للجوء إلى كينيا بعد الحرب الأهلية في الصومال عام 1991 وفي عام 1995 هاجرت الأسرة إلى ولاية مينسوتا الأمريكية تقلدت إلهان منصب عضوة في المجلس التشريعي لولاية مينسوتا لمدة عامين بعد فوزها بالانتخابات المحلية في عام 2016 ويأتي ترشح إلهان لعضوية مجلس النواب الأمريكي بعد فوزها بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين للمنافسة على مقعد الدائرة الخمسة في ولاية مينسوتا اشتركوا في القناة